في السبب أحكي موقف للكابتن شريف عبد الفضيل موقف ما نساوش في حياتي في 2009 وأنا صحفي كنت في إحدى المواقع الرياضية يعني فكتبت خبر في وقت متأخر من الليل إن شريف عبد الفضيل رسمياً في نادي الزمالك وأنا ساعتك أبيقول عليه وقتها يعني في المكان أشغل فيه صحفي المجتهد الشاطر الجميل اللطيف كتبت الخبر نزلت روحت نمت سحيت لقيت شريف عبد الفضيل في النادي الأهلي وطبعاً مع شريف عبد الفضيل في النادي الأهلي أنا كنت خسرت خساب مأخزة جداً عشان شريف عبد الفضيل كرر يغير وجهته في ساعتين تقريباً الموقف ده من سهلاك صعب ممكن ده أول ما تسمعه بالنسبة لأنا يعني بحي أنت فاجئتني بكي نزيله بس كانت حكاية بالنسبة لي أهي كريم لا مش أنت لوحدك خلي بالك لأن هي كانت مشكلة كبيرة الناس كتيراً وده اللي فني بقى أنه مكتش الوحدة الموضوع كان للناس كلها لأنه كان أعلن تماماً يعني من الجهة التانية نادي الزمالك نادي الزمالك هو الخبر فقاياً من نادي الزمالك أنه شيف خلاص معنا نادي الزمالك كان كل أعضاء المجلسة دارة قريباً طلعوا صراحوا لشريف في نادي الزمالك يعني وطبعاً كان بناء على أن الاستغنى طلعت من الإسماعيلي على هناك بس كان لازم الموافقة بتاعتي طبعاً الاستغنى الموافقة بتاعتنا كتابياً وقتها بالليل أنت كنت نادي الزمالك لا أنا مروحتش مروحتش ما نخلش للزمالك أخوي اللي كان لناك آه هو اللي كان لناك فضل طبعاً فترة كبيرة جداً آه يعني حوالي ست تسع ساعات تقريباً تماماً تسع ساعات آه كل ده حصل آه يعني ده خلاص بقى دخلنا على ساعة اتنين تلاتة بالليل ايوة اتنين تلاتة بالليل بقى كنت انت رواحت بقى خلاص الناس كلها رواحت وكتبت الأخبار وخلاص والزمالك يفوز بصفقة شريف عبدالفضيل راب الزط آه فحصلت بقى تقلبت الآية طبعاً تلتمية وستين درجة آه إن أنا طبعاً رغبتي ووجهتي كانت للنادي الأهلي وصممت على ده والحمد لله يعني إنها هتمت على كده دي أكبر منتادة في تاريخ الانتقالات المصرية لحقيقة انت بالمناسبة بس أنا فيه فيه حلو يعني اتقلي من كام يوم بمناسبة افتتاح الفرع الجديد للنادي الأهلي رابط طبعاً أسطورة التعاقدات المهانس عدل القيعي أجيباً أول ما شافني قال لي تعالى ده أنا واغت في صفقتك أنت دكتوراه دي بقى نهي عشان الأحداث دي عشان اللفها دي آه طبعاً فعلاً تخيل أنت أشوفها كريم أنت بتقول أنت واحد من الناس كنت يعني ما شاء الله أنا عارفك من زمان أنت الناس الشطار جداً يعني كنت أكبر مواقع في مصر في الوقت ده آآ لا أنت واحد من الناس أنت خلاص الخبر متأكد منه امتين المية طبعاً والناس كلها نامت وهي كده خلاص آآ اتفاجأت أن احنا تاني يوم في حتة تانية فعشان كده المهانس عدلي بيقول لي أنا واخد دكتوراه في الصفقة بتاعتك لا أنا بس أقول لك ده ممكن يكون قديم قوي بس أنا عايز أعرف أنا الأول مرة هو إيه اللي حصل في الحبة دول في الساعة دي يعني إيه اللي فرق بأنا متأكد أنت كمان كنت عارف أنه خلاص تراحي الزمالك يعني بما أنه شخص نبيل عبد الفضيل فكان موجود في النادي فخلاص المفضوع خلص يعني لا هي الكواليس كلها كانت متلاحقة وبكل الشوية كان حاجة طوله والآخرة الأخرى يعني إيه وراء بعض آآ فاللي حصل أن أخوي نبيل مهانس نبيل عبد الفضيل موجود في النادي فطبعاً هو الوحيد كان بيعرف يوصلي حلو خلاص كده لأن أنا اللي كنت بأتكلمه يعني هو بيبعث لي مسيجي أنا أتكلمه من الرقم الثاني خالص أفعلنا التليفونات التليفون الثاني ده رميت الشريحة فبقى تليفون واحد هو اللي عارفه هو واحد صاحبي تاني بس اسمه دكتور وليد ده ووضوع مخابراتي يعني بالزبط دكتور وليد اسمه وليد سوقي خلاص تمام فموجود في النادي كان بيتواصل مع الموجود في النادي الزمالك وبتواصل مع كل أعظم مجلس الدائرة في نادي الزمالك هو اللي كان بتواصل معهم كلهم كلهم بلا استثناء بسوا في نادي الزمالك وهو في نادي الزمالك لا وقبل التواصل ده كله كان قبل الدخول وأثناء الدخول يعني هو وبعدين مش عايز أقول يعني يعني فضله إيه محتجزينه شوية يعني مش هتخرج من الآخر لما شريف ييجي هو بقى هو جوه نادي الزمالك هو جوه نادي الزمالك معناها إنه شريف جوه نادي الزمالك على فرض يعني هو بنيابة عن شريف عبد الفضيل هو تسرى بالنانا اللي موجود في النادي أصلاً كتير يعني وحداس كتير لا بس كون إنه هو وكيلك وشخيك هو في نادي الزمالك ده معناها إنه هو بنيابة عنك بالزبط إزاي بقى شريف عبد الفضيل اتاخن من جوه نادي الزمالك للنادي الأهلي هي دي بقى النقطة بعد طبعا مرور الوقت تمت الاتصالات طبعا كانت رغبتي هي النادي الاهلي واخوة النبيل قال لي احنا مش هروغل النادي الاهلي وده كلامنا لمهندس نصر تم التواصل في اكتر مرة محمد يوسف والحاج جمال الجرح على فكرة كان ليه دور كبير جدا في الموضوع ممكن الناس كتيرة متعرفش الحاجات دي هبقى قولها في الاخر بقى دي طبعا الحاج محمد عبدالوهاب ومحمد يوسف طبعا مهندس عديقية الاساس طبعا كل الناس دي انا مش فاهم عايز اقولك انهما بتحركوا بالعربيات ورانا مش بغذر يعني احنا هنا دلوقت تلقون بيتحركوا هنا 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 كده لغاية الحمد لله ممكن لغاية بقى خلاص لما الليل دخل فبدأت الامور اخوة النبيل قال لي متعليقش كان فيه اعضاء مجرس دورة بيتواصله مع دكتور واليد اللي هو صديقي التاني ده اعضاء مجرس دورة الزمالك اعضاء مجلس دورة الزمالك بتواصله مع الدكتور واليد سوق اللي هو صديقي شخصي فده كان بيقول لي الناس بيقول لك تعال دلوقتي وهتاخد مسلا السنتين كاش اصلا مزايد دلوقتي شوفت انت مسلا قص عبدالله سعيد دلوقتي خد كارتونة دي 40 مليون وده هي نفس الفكرة كده عايزي جيبك فهو مفكر موضوع مدي هو مبدأ وعاز اقول لك حاجة هو كان اضعاف الاهلي اضعاف مش دعاف اضعاف الاهلي بقول لك سنتين كاش هتخدهم في ايدك والله العظيمة كانت الحمد لله بعد ما تمت القصة احنا خلاص بقى وجهتنا خلاص الاهلي انا بالزبط انما وصلنا عند الحاجة محمد باباب في المكتب عشر دقيقة بالزبط كنت ماضي على بياض ومعرف هاخو دي بعد عشر دقيقة عشر دقيقة انت فاهم الفرق اخويا طبعا كان طلع خلاص وجيه وشيق قال لهم ده على بياض شوف بقى حصل ايه هناك انا مش عارف بعدها بقى انت فاهم انا بقولك ايه اخويا جيه قعد شاف الناس قال له في التليفون بالزبط كده كان معالي مهندس سعد القيع قال له اخد كلم مهندس وكلم شريم قال له احنا اللي اشترينا نشتريه وما نتخلاش عنه ابدا الكلمة دي عمري ما انساها طبعا اه طب ده دي وفيه كلمة تانية اتقاليتلي تاني يوم بقى يعني احنا خلاص الحمد لله جينا فماضينا على بياضه تمام تاني يوم انا الحمد لله اليوم ده عمري ما انساها يعني لان ده انا كنت داخل النادي انا اتشلت على الاعناق فدي انا بالنسبالي ده احسن يوم في حياتي لو انا بطل داخل بطل البطل لو ايه ده فرقة الاهل وقتها مليانة نجوم بص يعني مش عايز اقول لك يعني من اسعد ايام حياتي لان انا الحمد لله ممكن انا الصفقة الوحيدة السوبر في الوقت ده يعني اللي كانت موجودة بعدين انا كنت اغلى مدافع واغلى صفقة وخدت ثلاث سنين احسن مدافع وراء بعض فالحمد لله يعني كان يعني من امنية حياتي طبعا اكون موجود في النادي اعلي وده حصل كنت متشالة على الاعناق كنت خلاص داخل عند المكاتب فجئت الناس بيشلوني وادوني كان فيه بقى الانتخابات موجودة في اليوم ده انتخابات النادي الاعلي فويحنا داخلين وصلنا لغاية السنديق بقى والزحمة وتكابة الخطيب كان موجود فبص لقى الناس شايليني والناس بقصيطة بقى وكل تلمح وليق قالوا ايه ده احنا مش بتقول الكلام ده اتفضل جواه على المكتب اتفضله وده جواه مش احنا الانتاجر بولادنا كلمة دي شكرا بص الكلمة دي انت مش فاهم انا انا سفسي اتخطفت بقى كان اول مرة اشوف كنت خطيب من زمن ايه مريم يعني اتخطفت فاهم قصدي فاتخضيت بصراحة وبعدين الكلمة قالك احنا مش احنا الانتاجر بولادنا فالكلمة دي ران في وداني غاد دلوقتي مزعلتش وقتها لا انا خضيت انا انا مش فاهم في انا واه انا مش فاهم انا مش فاهم انا انتشلت انا خبوا عن الناس كلها خدتني وروحنا على مكتب المهندس عدل القيم فبقى فاهموني بعد كده الامور يعني